وردى فيلم سينمائي قصير من إخراجه شام بن شريف يحكي قصة مصابة بسرطان الثدي ليبرز أعراض هذا الداء ومعاناة النساء المصابات به رح نحاول بهذا الفيلم تجسيد قصة سيدة تتمثل إصابتها في معاناة النساء اللواتي أصب واللواتي تغلب على هذا المرض من خلال إبراز هذا الفيلم بأصعب ما تعيشه مريضة هذا النوع من السرطان في قطعة سينمائية تلامس الواقع العمل الفني هذا يأتي للتحسيس من ذاء العصر وأهمية التشخيص المبكر والذي من المنتظر أن ينطلق عرضه يوم الثاني والعشرين أكتوبر بالتزامن مع الشهر الوردية رح يكون العرض الأول للفيلم يوم الثاني وعشرين أكتوبر بولاية باتنا بقاعة سينماتيك الأوراس فيلم وردة هذا المشروع اللي رانا نعمل عليه بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي لإحتفال العالم بمجابهة سرطان ثدي حتى نوصل رسالة أنه مهما يكون السرطان يبقى أنه مش لازم تخاف منه المريضة بزاف لأنه اليوم الحمد لله الطب تطور في بلادنا الجزائر وفيه بزاف حالات لقدرة تتغلب عليه وعي الفنانين بضرورة مساندة المصابات سيبعث الأمل في نفوسهم ليبقى التشخيص ضرورة حتمية